هل بإمكانكم التواجد في ثلاثة أمكنة مختلفة في ذات الوقت؟ ولماذا بثت قناة الجزيرة صوراً لمظاهرات قديمة في مصر على أنها مظاهرات جديدة؟ وكيف استطاع طيار جزائري بمهارته في القيادة إحباط مخطط إرهابي كبير؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من بوليغراف أهلاً بكم أهلاً بكم إلى بروبا جندا أولى فقراتنا في بوليغراف مساحة نفردها للأخبار غير الصحيحة والشائعات التي نعتقد أنها مدفوعة بأجندات سياسية والبداية هذه المرة ستكون من مصر والتي سيكون لأخبارها أيضاً الحصة الأكبر في حلقتنا لأسباب معروفة جميعنا طبعاً تابع خلال الأيام الماضية الأحداث في مصر التي لا تزال أخبارها متفاعلة في العالم الافتراضي حتى الآن وكما هي العادة في كل حدث تكثر الأخبار المغلوطة والشائعات صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تناقلت خبراً بعنوان الرئيس التركي أردوغان يهنئ الشعب المصري بثورته المباركة ويدعوهم للثبات في الميادين حتى تتحقق أمانيهم وفي المقدمة سلطة مدنية تحقق أحلام وتطلعات الشعب المصري هذا الخبر انتشر وتداولته حسابات كثيرة وأبرزها هذا الحساب حساب حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية على تويتر بالبحث عن الخبر تبين أنه غير حقيقي إذ أن الرئيس التركي لم يدل بهذا التصريح ولم نجد أي وسيلة إعلامية تركية أو حتى غير تركية موثوقة نشرت الخبر وللأمانة حساب حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حذف التغريدة لاحقا كما نرى هنا ونشر تغريدة أخرى اعتذر فيها عن نشره الخبر غير الصحيح المتعلق بتهنئة الرئيس التركي للشعب المصري ولكن هل هذا الخبر أصل؟ الجواب القصير في الحقيقة نعم الخبر الذي استندت إليه بعض الحسابات وتمت مشاركته على أنه خبر جديد هو خبر قديم يعود للعام 2012 ويقول الخبر كما نرى هنا أيضا أردوغان يهنئ المصريين مجددا بثورتهم العظيمة ويقول إن شهداء الثورة خالدين وأثروا في تركيا كثيرا طبعا تصريح أردوغان هذا جاء كما نرى في هذه الصورة خلال كلمته في جامعة القاهرة في السابع عشر من نوفمبر عام 2012 أثناء زيارته لمصر وبالمناسبة كان وقتها رئيسا للوزراء وليس رئيسا للجمهورية التصدي لانتشار مشاهد التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان الشغل الشاغل للذباب الإلكتروني والحسابات الوطنية المؤيدة لبقاء السيسي في السلطة هذه الحسابات وقد صار أصحابها للأمان ضيوفا دائمين في برنامجنا لخبرتهم في الترويج للأخبار المزيفة والشائعات هذه الحسابات نشرت صورة على أنها من حساب قناة الجزيرة على تويتر تظهر فيه اعتذار القناة عن إذاعة فيديوهات لتظاهرات قديمة تعود إلى ثورة يناير عام 2011 على أنها من جمعة 20 سبتمبر طبعا هذه المنشورات أرفقت بتعليقات ووسوم مثل قناة الجزيرة تعترف إفضحوا قناة الجزيرة قبل أن تنكر وتحذف الخبر وبما أن العمل كجوقة أفضل من العزف المنفرد على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي لذا قررت وسائل إعلام مصرية وصحف تابعة للسلطة المصرية أيضا أن تكون لها مساهمتها هي أيضا ورقصت على ذات اللحن الذي عزفته هذه الحسابات بعد البحث عن الموضوع تبين أن حساب الجزيرة عاجل لم ينشر هذا التصريح على الإطلاق وأن هذا التصريح مفبرك وتم التلاعب فيه ببرنامج تعديل الصور حقيقة بشكل بدائي وكان يكفي ناشري الخبر الانتباه لكم الأخطاء اللغوية الكبير الموجود في المنشور ليعلموا أنه مفبرك ولا يمكن حتى نسبه لمؤسسة إعلامية برجوع لحساب قناة الجزيرة عاجل على تويتر لم نجد التغريدة المنسوبة للحساب أصلا أصل الموضوع أن برنامجا على قناة الجزيرة كان يفند الصور والفيديوهات التي انتشرت على أنها من جمعة 20 سبتمبر وهي في الحقيقة قديمة وتم استخدامها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ لنشاهد هذه التغريدة الغاضبة من مارك أوين جونز الذي يقول فيها كم هذا سخيف كنت أحاول أن أفند هذا الجدل شكرا للمشاركة على كل حال من هو مارك أوين جونز في الحقيقة؟ هو يعرف عن نفسه بأنه متخصص في دراسات الشرق الأوسط وأنه خبير في نظم المعلومات والعلوم الرقمية مارك نشر سلسلة تغريدات قام فيها بتحليل هاشتاغ ميدان التحرير والحسابات التي شاركت فيه وحاول كذلك رصد التفاعلات من خلال ربطها كما نرى في هذا التحليل المعقد من خلال ربطها بتسلسل زمني يحدد متى أنشئت هذه الحسابات وكذلك مواقع النشر ومجموعة من العوامل الأخرى توصل إلى نتائج منها على سبيل المثال أن 15% من الحسابات التي تفاعلت مع هاشتاغ ميدان التحرير أنشئت في شهر سبتمبر الجاري إضافة إلى استنتاجات أخرى عديدة لكن ليس هذا موضوعنا ففقرت في العمق بعد قليل ستفصل في هذا الموضوع أكثر بالعودة إلى هذه التغريدة الغاضبة التي بدأنا منها هذا الحديث نلاحظ أن مارك غاضبة لأن قناة دي أم سي المعروفة بتبعيتها لأجهزة الدولة المصرية نسبت له ما لم يقله حيث قالت القناة المصرية أن مارك استنتج أن أكثر من ألف حساب أنشئة من قطر وتركيا وهو ما لم يقله مارك أبدا في سلسلة التغريدات التحليلية التي كتبها على هامش الانتخابات الرئاسية التونسية تدولت صفحات تونسية صورة لرئيس الجمهورية المؤقت محمد ناصر يرتدي بذلة زرقاء وهو ينتظر في الصف مع باقي المواطنين للإدلاء بصوته والانتخاب طبعا الصورة لاقت رواجا بين تونسيين وتداولتها صفحات على منصات تونسية وعربية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت بتعليقات أغلبها إيجابي للأمانة لكن تعليقات تقول على سبيل المثال لنقرأ هنا صورة لن تجدها في أي بلد عربي السيد محمد ناصر رئيس الجمهورية المؤقت يعطي الدرس ويحترم الصف في انتظار دوره مع باقي المواطنين لأداء واجبه الانتخابي كم أنت عظيمة يا تونس يقول كاتب هذه التغريدة الصورة في الحقيقة وإن كانت بالفعل لرئيس الجمهورية المؤقت إلا أنها تعود للانتخابات البلدية في شهر مايو أيار العام الماضي والتي لم يكن فيها محمد ناصر رئيسا مؤقتا للبلاد أصلا وإنما كان رئيسا لمجلس النواب كما سنشاهد في هذا الفيديو ساهمت بكل اعتزاز في مرحلة هامة من تاريخ تونس الجديد من تاريخ الجمهورية الثانية لأن أول انتخابات بلدية أما الصورة الرسمية لتصويت الرئيس التونسي المؤقت في الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري تظهره يدلي بصوته مرتديا بدل سوداء مع ربطة عنق أخرى رغم هذه الأخبار المغلوطة إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية التجربة التونسية الديمقراطية الملفتة للنظر في الفضاء العربي الغارق في الفوضى للأسف نشطاء تونسيون ومغاربيون تداولوا بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لسفير فرنسا في تونس أوليفي بوفواغ ينتقد وصول المرشح للرئاسيات قيس سعيد الخبر انتشر بشكل كبير حتى أن المرشح الرئاسي قيس سعيد نفسه لم يتأخر في التعليق على تصريح السفير الفرنسي على صفحته على فيسبوك كما سنرى هنا مطالبا إياه بالتزام سفارته وعدم تدخل في شؤون لا تعنيه مؤكدا أنه سيسقط المصالح الاستعمارية الفرنسية في تونس وأن قواعد اللعبة قد تغيرت طبعا الخبر تبين أنه غير صحيح كما أن الصفحة التي نشرت رد سعيد ليست الصفحة الرسمية له إضافة إلى أن السفير الفرنسي في تونس أوليفي بوفواغ كذب الخبر كما نرى هنا وكتب أو وصفه في صفحته على الفيسبوك وصف تصويت تصويت التونسيين بالسيادي وكذلك فعلت السفارة الفرنسية التي استنكرت هذه الشائعات جملة وتفصيلا عودة للأخبار المصرية وهذه المرة ليس من بوابة السياسة بل من البوابة الأكاديمية تلجأ عادة حسابات الكترونية مؤيدة للأنظمة السياسية لنشر وتداول أخبار كاذبة لتشويه صورة معارضين لها أو نشر انتصارات زائفة وقد كشفنا هنا في بوليغراف عشرات الأخبار عن هذا الموضوع ولكن أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بنشر إنجازات زائفة عبر بيان رسمي لها فهذا جديد كليا هو تزوير على مستوى المؤسسات كما سنرى هنا في هذا البيان حيث قامت وزارة الخارجية بنشر بيان رسمي يوم العاشر من سبتمبر ذكرت فيه أن السفير طارق عادل سفير مصر في لندن شهد بمقر السفارة المصرية مراسم التوقيع على اتفاق مع جامعة لندن لإنشاء فرع لكلية لندن اقتصاد لندن سكول أوف ايكونوميكس بالعاصمة الإدارية الجديدة هذه الصور كما تظهر هنا يبدو فيها توقيع الاتفاق حيث يوقعه عن الجانب المصري الدكتور محمد عبدالقادر مؤسس الجامعة الأوروبية بمصر ورئيس مجلس الأمناء فيها فيما وقع عن جامعة لندن جريك أوغلاجان مدير إدارة العمليات بالجامعة في الحقيقة جميعنا يتمنى أن يتطور قطاع التعليم في مصر وفي جميع الدول العربية وإذا حدثت شراكات مع جامعات عالمية عريقة فهو أمر يدعو للفخر وسينعكس إيجابيا لكن يا فرحة ما تمت فبعد يومين فقط من نشر وزارة الخارجية المصرية لخبر توقيع اتفاقية مع جامعة لندن نفت جامعة لندن عبر حسابها الرسمي هذا الخبر جملة وتفصيلا نفت ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية مؤكدا أن كل ما حدث هو مجرد توقيع الاتفاق بين الجامعة الأوروبية في مصر وجامعة لندن يسمح للجامعة الأوروبية طبعا بتدريس بعض الشهادات العلمية التي تقدمها جامعة لندن في هذا الأسبوع لم نختر كالعادة لكم أسوأ تغريدة لكن لفت انتباهنا شيء آخر أغنية للممثل المصري محمد لطفي يبدي فيها غضبه من السوشال ميديا ويطالب المصريين بالابتعاد عنها لطفي من خلال الأغنية قال إنه لا يريد فتنة تمس بلاده طبعا الأغنية تتزامن مع ظهورها اشتاقات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وموقف الفنان المصري محمد لطفي في هذا الشأن معروف فهو من مؤيدي السيسي لنستمع لأغنية فيه انا متوتر انا متدايق للسوشيال ميديا يا ناس مش طايق انا متوتر وكمان متدايق من السوشيال ميديا خلاص مش طايق ما كفايا الواتساب ونقدم على الغاز الطبيعي للسوشيال ميديا فلالباب مش عايز حاجة تزيد ترويعي إشعاد أكاسيب الفاص كدعيب ينزل هاشتك كده يتمختر يعمل فتنة ويمكن أخطر وبقى على صوت هفضة الأناديد مش عايز فتنة بالسبلات نصل الآن إلى وقفتنا المعتادة مع اختبار كشف الأخبار الكاذبة والتي نعرض فيها ثلاثة أخبار مختلفة على عين من الناس في الشارع واحد فقط من هذه الأخبار مزيف ونطلب من المواطنين اكتشافه محطتنا الأولى هذا الأسبوع السودان الخبر الأول حول اتفاق بين مجلس السيادة والجبهة الثورية والحركة الشعبية لسحب القوات السودانية من اليمن والثاني هو أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وضع خطة اقتصادية تدعو لتخفيض موازنة الجيش السوداني والخبر الثالث والأخير هو إلغاء السودان تعاقده مع شركة فلبينيام لإدارة أكبر موانئ البلاد ودفع الشرط الجزائي كيف كانت اختبارات الشارع السوداني؟ فلنتابع مجلس السيادة اجتمع ويقرر صاحب القوات السودانية من اليوم بعد توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعز الحلو هذا الخبر بالطبع هو قير صحيح هناك الكثير من الحيسيات والقرائن التي تؤكد عظم صحاته خطة حمدوك تدعو لتخفيض موازنة الجيش السوداني المالية هذا الخبر قير صحيح أو يمكن أن نقول أنه يحمل شيئا من الصحة هو قير صحيح في التوقيت الحالي يعني هناك كثير من الضرارات التي تستدعي تكسيف أو على الأغل نقول تزبيط الموازنة بظل العجز في موارد النقد الأجنبي بنك السودان بنك السودان يدفع الشرط الجزائي للشركة الفيربينية بعد اتيال يلقاه عقدها هذا الخبر أيضا قير صحيح البنك الآن لا يستطيع أن يدفع هذه المبالي لكن مستقبلا إذا تم فسخ العقد يمكن أن يدفعها مجلس السيادة اجتمع ويقرر سحب القوات السودانية من اليمم بعد توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أكيد خبر غير صحيح خطة حمدوك تدعو لتخفيض موازنة الجيش السوداني المالية أيضا حمدوك لم يدعو في الخطة لموازنة الجيش أو موازنة المالية خبر ثالث في ظل العز في موارد النقد الأجنبي في بنك السودان السودان يدفع الشرط الجزائي للشركة الفيربينية بعد اتجاهه لإلغاء عقدها السودان أيضا لم يدفع الشرط الجزائي ولم يقم بإلغاء العقد مع الشركة الفيربينية جلس السيادة يجتمع ويغرر صاحب القوات السودانية من اليمن بعد توقيع اتفاق السلام مع الجفهة السورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو الخبر ده واضح الفبركة فيه واضحة غير صحيح خطة حمدوك تدعو لتخفيض الموازنة الجيش السوداني المالية وبالله هو فيه خلط أو تناوله بطريقة غير صحيحة الخبر ديه هو أساسا الإنفاق الحكومي على الدفاع والأمن هو أساسا الشركة الفيربينية اللي استلمت مينابور سودان هي العقد أساسا يطلقى لأنه فيه نوع من الفساد وما في شرط الجزائي مجلس السيادة يجتمع ويغرر صحب القوات السودانية من اليمن بعد توقيع اتفاق السلام مع الجبهة السورية والحركة الشعبية بغيادة عبدالعزيز الحلو لا أعتقد أن هذا الخبر صحيح لأنه لا علاقة بين القوات السودانية في اليمن واتفاق المجلس العسكري مع الجبهة السورية والحركة الشعبية لا علاقة بين الاثنين خطة حمدوك تدعو لتخفيض موازنة الجيش السوداني المالية برضو أعتقد أنه ما سمعت أنا من حمدوك رئيس مجلس الوزراء بأنه يتكلم عن موازنة أو ميزانية الجيش السوداني في ظل العجز في موارد النقد الأجنبي في بنك السودان السودان يدفع الشرط الجزائي للشركة الفلبينية بعد اتجاهه لإلغاء عقدها أنا برضو أعتقد أنه خبر ما صحيح أو ما سليم في تركيبته لأنه لا علاقة بين إذا أصلا هناك في شرط جزائي إذا أصلا هناك في شرط جزائي ما بكون عنده علاقة بالعجز في موارد البنك السوداني بعد مشاهدة اختيارات الشارع السوداني ربما استطعتم معرفة الخبر المزيف وهو الخبر الأول الذي يتحدث عن اتفاق بين مجلس السيادة والجبهة الثورية والحركة الشعبية على سحب القوات السودانية من اليمن والخبر الصحيح هو تصريع لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن فيه أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة فقط إلا أنه غير وارد حاليا أما الخبر الثاني فهو صحيح وهو وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خطة اقتصادية تدعو لتخفيض موازنة الجيش السوداني والخبر الثالث صحيح أيضا وهو إلغاء السودان عقد عمل مع شركة فلبينية لإدارة أكبر موانئ البلاد ودفع الشرط الجزائي حيث قام المجلس العسكري بهذه الخطوة قبل قرابة شهرين مع إعلانه إلغاء التعاقد ورد المبلغ المدفوع لحكومة السودان من قبل الشركة الفلبينية على دفعات فاصل قصير ثم نستكمل فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل نتعرف على قصة أجمل فيل في العالم كيف استطاع طيار بمهارته في القيادة إحباط مخطط إرهابي كبير وما حقيقة الشابين الخارقين الذين يستطيعان التواجد في بلدان مختلفة في الوقت ذاته الأم تلثم طفلها وتضمه حرم سماوي الجمال مقدس خلال الأيام الماضية انتشرت على انطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي صورتان مرفقتان بنص مكتوب الدنيا أم أمك ثم أمك ثم أمك صورة حقيقية بعد العملية مباشرة والتي استمرت مدة سبع ساعات طفل حديث الولادة في أحضان أمه المتوفات على اليمين طبيب يبكي المرأة التي انتظرت طفلها أحد عشر عاما معرضة لخطر كبير إما إنقاذ طفل أو أمه تأخذ الأمة الطفل بعد الولادة في حضنها لآخر مرة وتقبله وتحضنه لمدة دقيقتين وتبتسم ثم تغلق عينيها وتفارق الحياة قصة محزنة ومؤثرة لكن يبدو أن البعض متأثر بشكل كبير أو من هوات الدراما من العيار الثقيل عشرات الصفحات ومئات التعليقات والمشاركات ولكن القصة ليست صحيحة ليست صحيحة أصلا في الحقيقة الذي يظهر بالصورة هو والد الطفل وليس الطبيب المعالج وكان يبكي بسبب الفرح بإنجاب الطفل وليس بسبب وفاة الأم التي خرجت بصحة جيدة من الولادة ومن جهتنا في بوليغراف نبارك للوالدين بالمولود الجديد نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا تشارك مستخدمون صفحات الفيسبوك المغربية مئات المرات صورة مركبة تظهر في جزئها الأول عربة تقل أشخاص وسط فيضانات سنة 1919 وفي جزئها الثاني صورة أخرى لعربة تسير في نفس الظروف ولكن في عام 2019 وأرفقت الصورة بتعليق كتب فيه ما بين 1919 و2019 ما كان حتى فرق وكأن الزمن في المغرب واقف لا يتحرك أحدهم كتب معلقا لا هناك فرق عربة 1919 جميلة وتحفظ آدمية راكبيها على عكس العربة في عام 2019 وكتب آخر الماضي أجمل من الحاضر وأسفاه علينا وعلق آخر بل زماننا يرجع إلى الوراء وليس بثابت في الحقيقة الصور هي لفيضانات صحيح ولكن ليس في المغرب الصورة الأولى هي لفيضانات مدينة بينزرت التونسية سنة 1906 بينما الصورة الثانية أخذت أيضا في تونس وبالضبط في مدينة أريانا التي غمرتها المياه في سبتمبر 2019 والحقيقة التي باتت معروفة للجميع هي أن معظم دولنا العربية الغنية منها والفقيرة على حد سواء لديها الضعف في البنى التحتية وتعاني إذا ما هطلت أمطار غزيرة فلا داعي للتزوير لفضح حقائق صارت للأسف أقرب للمسلمات ربما لا نملك أحدث تكنولوجيا وليس لدينا أفضل الصناعات ولكن الأكيد أن عندنا أفضل الكفاءات البشرية فبفضل براعة ومهار الطيار الجزائري تم إفشال هجوم إرهابي على مدرج أحد المطارات للمشاهدة هذا الفيديو كما شاهدنا في هذا المقطع قرب اصطدام طائرة إيرباس ضخمة وهي تهم بنزول فوق أحد المدرجات بشاحنة لنقل المحروقات تقف بشكل مفاجئ وسط المدرج فيما يبدو تنفيذ لمخطط إرهابي أعدى بإحكام مليمترات فقط فصلتنا عن كارثة حقيقية يختلط فيها الديزل مع الكيروسين قبل أن يتجاوزها قائد الطائرة ببراعة ويجنب الركاب نهاية مأساوية طبعا الخبر والفيديو انتشر بشكل كبير على مبدأ الشاطر من يستطيع أن يعيد ويزيد الخبر غير صحيح والسيناريو خيالي وكل ما في الأمر أن الفيديو هو مقطع من لعبة أو من جولة من اللعبة الإلكترونية جي تي اي فايف كما نشاهد في هذا الفيديو يعني حقيقة البعض يفبرك ويروج لمجرد الفبركة وبدون حتى هدف سوى الانتشار والبحث عن الترافيك على منصات السوشال ميديا امسك بالحرامي الحذر ثم الحذر ثم الحذر انتشر قبل أيام عبر حسابات الفيسبوك وتحديدا بين أهالي محافظة المنصورة بمصر صورة وتحذير من شابين يزوران البيوت باعتبارهما تابعين لجمعية الصم والبكم ولكنهما في الحقيقة من مغتصبي الأطفال أيضا وسارقي البيوت وما أسرع الشير في الخير كما يقول المثل البوست نفسه بالصورة والكلمات نفسها انتشر في الصفحات السورية باعتبار أن الشابين في سوريا ويقومان بذات الجرائم هناك وبما أن الشابين يمتلكان قدرات خارقة وعابران للحدود فقد ظهر في لبنان أيضا طبعا الخبر غير صحيح لكن بعض رواد السوشال ميديا يحبون النميمة الإلكترونية فالخبر ينتشر بسرعة ولا يبدو أن أحد قادر على إيقافه أصلا حتى أن قوى الأمن الداخلي بلبنان اضطرت لإصدار نفي للموضوع لكل أهالي المنصورة والقاهرة واللاذقية وبيروت وغيرها من المدن أرجوكم لا داعي للقلق الخبر قديم والصورة نفسها تم نشرها عام 2015 وتم إعادة نشرها مرة أخرى عام 2016 من جهتنا نحن في بوليغراف نأمل أن لا نضطر لتكذيب هذا الخبر في العام القادم في حال أقدم آخرون على نشره مجددا عندما تذكر الأسماك المفترسة تقفز سمكة القرش إلى مخيلتنا بشكل فوري فلوزنها ولهيبتها ولأسنانها ذعر يبث في قلوب من يراها فما بالك إذا كان بينها وبين فريستها نقدر إصبع تداولت بعض المواقع صورة تحبس الأنفاس تظهر سمكة القرش فيها تقفز من الماء لمواجهة شخص يبحر بمظلة هوائية الحمد لله نجر رجل بعجوبة طبعا لم تصدقوا القصة ولا نحن صدقناها أيضا ولكم الحق في ذلك الصورة ليست صورة حقيقية ولكنها مركبة لصورتين منفصلتين الأولى التقطها ديفيد جينكيز لصالح وكالة الأنباء كاتر في عام 2013 وكانت الصورة الأصلية من بين سلسلة من الصور توثق محاولة سمكة قرش استياد فقمة قبالة ساحل جنوب أفريقيا وقام بنشر الصورة عبر بعض وسائل الإعلام الشهيرة كسي إن إن وكذلك مجلة التايم لا داعي للقلق لا يوجد قرش في الأرجاء تداولت حسابات على الفيسبوك صورة لأحد الفيلة الصغيرة بعيون زرقاء مع تعليق يوفيد باختيار الفيل الذي ذكروا أن نسمه أندو بأنه أجمل فيلم في العالم مع تعبيرات مثل سبحان من خلق فأبدع وأفلا يبصرون وغيرها من التعليقات الصور تم تداولها في شهر يونيو الماضي نالت ألاف المشاركات والتعليقات وأيضا التداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي ولكن الحقيقة أن الصور هذه برغم انتشارها الكبير ليست للفيل أندو أجمل فيل في العالم ولكنها لشخصية كرتونية من الفيلم دومبو الفيلم الكرتوني الذي أنتجته شركة والد ديزني هذا العام لكن لوثة الضمبنس أو الغباء ربما أصابت من يصدق بأن الفيل له عيون زرقاء قد نراه في صور لاحقة أيضا قادر على الطيران بن علي مات خبر تصدر نشرات الأخبار وتابعه المهتمون بالشأن التونسي وكذلك المتابعون حول العالم تداولت حسابات عبر فيسبوك بينها حساب باسم نسرين بن علي أي ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي صورة قال ناشروها أنها لجنازة بن علي الذي توفي في منفاه بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر الجاري يظهر في الصورة جثمان مسجة بغطاء أخضر وإمام يؤدي الصلاة محاطا بجمع من الرجال يرتدون أزياء خليجية تقليدية وتم نسب الصورة لحساب ابنة الرئيس التونسي الصورة في الحقيقة ليست من جنازة الرئيس التونسي المخلوه بن علي والحسابات المنسوبة لنسرين ليست حسابات حقيقية أو موثقة الصورة تم تدولها سابقا في عام 2016 من جنازة زوجة الأمير ممدوح بن عبد العزيز الطريف أن صهر بن علي كريم الغربي أعلن عبر حسابه الرسمي في موقع انستجرام في اليوم التالي لهذه المنشورات أن تشيع بن علي سيتم بعد صلاة العصر في ذات اليوم في المدينة المنورة أي أن بن علي لم يدفن إلا بعد يوم من انتشار هذه الصورة وإلى الخبر الذي تمنينا أن يكون مزيفا حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية لبنانية خبر نبشي قبر طفل سوري لاجئ في قرية لبنانية وإعادة جثته لعائلته بحجة أن المقبرة ليست للغرباء وهي مخصصة للبنانيين فقط مما أثار موجة غضب واستنكار لهذا التصرف وهوصف على نطاق واسع بأنه تصرفا عنصري مواقع لبنانية قالت أن حارس المقبرة في بلدة عاصون حفر قبر الطفل وأخرج جثته وسلمها لوالده الخبر كما قلنا صحيح وكنا نتمنى فعلا أن يكون زائفا لكن القائمة بأعمال بلدية عاصون أصدرت بيانا نفت فيه إعطائها أي تعليمات بانتشال الجثة من المقبرة وأنه لم يكن لها علم عن هذا الموضوع كما أن لبنانيين كثر أبدوا أسفهم واستنكروا هذا الفعل طبعا قصة نبش قبر الطفل السوري اللاجئ تصلت الضوء على ملف التعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان وهو ملف معقد جدا وسبق أن أثار الجدل أكثر من مرة محطتنا الثانية في فقرة اختبار كشف الأخبار الكاذبة كانت العاصمة الأمريكية واشنطن عرضنا ثلاثة أخبار على مجموعة من المواطنين الأمريكيين واحد منها غير صحيح وطلبنا منهم اكتشافه الخبر الأول يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم جميع المرشحين عن الحزب الديمقراطي أما الثاني فهو أن الإدارة الأمريكية تسعى لحظر السجائر الإلكترونية المنكهة والخبر الثالث والأخير هو الرئيس الأمريكي ترامب أيضا أو عن الرئيس الأمريكي ترامب الذي صرح أنه سيهاجم إيران عسكريا نهاية الشهر الحالي هل اكتشف الأمريكيون الخبر الخاطئ؟ دعونا المتابعة يتعلم أن ترامب أعتقد أنه في الديمقراطي لأنه يجب أن يحصل على أخير لأنه في المتابعة لأنه يجب أن يحصل على أخير أخيرا أخيرا لأنه يقولون لأنه يقولون قدار بها الثالث أحول King وأيضا يقول أنه سيقخ في الأنين أتكلم أنه سيقخ فيها أحول أنه سيقخ فيها أنه سيقخ في سيقخ على ذلك فإن أحساسه سيكون لاحظة هيا سيقخ في الطريقة سيقخ في المنزل أضطح إيقاف أنه سيقخ في المنزل سيقخ فألم صهي سيقخ فيها اثلتها طوال heals allaicidal presets from the democratic party that's false because everything he's been saying it's not sure it's always for his interests so i believe that's false the trump administration is planning to ban flavored e cigaret I don't know about that that might be true it all depends on if they're lobbying for that so that's up in there I'm not sure slightly true مضح Sounds like true maybe it all depends on what people want not the people but what corporations want and then Trump says he will attack Iran by the end of this month that's false it's probably because election is coming up so he needs to stir up the controversy and that's that's probably false too Trump says he respects all presidential candidates from the Democratic Party I think it depends on what اشتركت بواれない على سبيل يتوني أنت التي تشترك بعض البيانات من إستقبل تشترك البو Trustee الحقير. الإنسان هو أنه على الوقت نفسه مدين إليه؟ أتالي أتالي... أتالي أتالي... أتالي لا تعلم أن تتالي... أتالي أتالي... أتالي... أتالي قرأني بالبعض. أتالي ، لم أكن بدأت أتالى... أتالي قرأني... إمانت البرعضية بقي الخطة للمساعدة للتحقيق... Trump says he'll attack Iran by the end of this month. No, I don't think he didn't say that. I don't think so. I mean, he said, he said so many things up and down. First, he says he doesn't want a war. Next thing, he'll say, you know, we're open to everything. But I don't think he's made a date that by the end of the month, there's going to be an attack. Trump says he respects all presidential candidates from the Democratic Party. That's likely false. أجمع جميعاً أجمع جميع من قابلناهم أن الخبرين الأول والأخير مفبركان ولكن الخبر الخاطئ هو الأخير حول تصريح للرئيس الأمريكي يقول فيه أنه سيهاجم إيران عسكرياً نهاية الشهر الحالي الخبر لا أساس له من الصحة على الرغم من التصعيد غير المسبوق بين البلدين والخبر الأول صحيح وهو أن ترامب يحترم جميع المرشحين عن حزب الديمقراطي ولو كان مستغرباً نظراً لتهجمه الدائم على الحزب الديمقراطي ولتركيبته الشخصية إلا أنه قال هذا فعلاً أما الخبر الثاني حول سعي الإدارة الأمريكية لحظر السجارة الإلكترونية المنكهة هو صحيح أيضاً وهو من العناوين العريضة في وسائل الإعلام الأمريكية في الآوين الأخيرة وهو ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة الأمريكية بعد كشف مخاطر هذه السجارة الإلكترونية فاصل قصير ثم نستكمل بعده فقرات بوليغرافي الطمانة بعد الفاصل لماذا أغلق تويتر حساب سعود القحطاني وآلاف الحسابات الأخرى ورصد لمعركة الوسوم على تويتر على خلفية المظاهرات وانتفاضة القصور في مصر أهلاً بكم إلى فقرات في العمق شهدت مصر حراكاً احتجاجياً خلال الأيام القليلة الماضية انطلقت الدعوات الأساسية للتظاهر من منصات التواصل الاجتماعي وبدأت مع المقاول والممثل المصري محمد علي قبل أن تشهد دعماً من معارضين آخرين للنظام التقرير التالي يرصد بشكل رقمي ملامح حرب التغريدات والفبركات التي أحاطت بالحراك في مصر فلنتابع تعود روح الثورة إلى ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر ويتكرر الهتاف ذاته الشعب يريد إسقاط النظام ربما بتوقيت أقرب كثيراً مما تخيل المراقبون المئات خرجوا إلى الشوارع في انتفاضة القصور على خلفية فقر مطقع وغلاء وبطالة وفساد شرارة التحارك كانت تسجيلات مصورة للمقاول والممثل محمد علي كشف فيها عن مزاعم إهدار المال العام من الرئيس المصري لازم نوحب بعض الشرارة الأولى كانت إذن على منصات التواصل الاجتماعي ويرى كثيرون أن هذا مصدر قوتها إذ حررت المقاودة المنشقة من أي حسابات سياسية على منصات التواصل الاجتماعي استمرت أيضاً المعركة تغريدات تدعو للحشد وأخرى تحذر منه حتى بين أبناء نفس الفريق السياسي معركة أخرى بين مؤيداً لنظام عبدالفتاح السيسي ومطالب بإسقاطه وسوم عديدة ظهرت مؤيدة للحراك مثل ميدان التحرير وانزل أنت مش لوحدك والجمعة الجاية وغيرها وكان وسم ميدان التحرير الأكثر تفاعلاً متصدراً قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مصر بأكثر من مليون تغريدة محمد علي أطلق بنفسه وسم كفاية بايا سيسي دعياً عبره الأخيرة للتنحي والمصريين للنزول إلى الشوارع والتظاهر وفعلاً لقي الوسوم تفاعلاً كبيراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل أن يحذف فجأة من قائمة الأكثر تداولاً وقد لاحظ العديد من المغاردين اختفاءه مقابل صعود وسوم مؤيدة للسيسي وقد اتهم محمد علي دولة الإمارات بالوقوف وراء ذلك التفاعل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي سرعان مصدم بمحاولة تعتيم ففي الثاني والعشرين من سبتمبر كان الدخول إلى موقع تويتر من مصر محدوداً جداً بحسب ما كشفه موقع نت بلوكس الموقع أعلن أيضاً أن أربعين في المائة من مستخدمي فيسبوك ميسنجر واجهوا صعوبة في الاتصال به وفي هذا الوقت كانت الوسوم المؤيدة للنظام المصري تتفاعل مع تسليط الضوء أساساً على تكثيب روايات المحتجين وقد عد هؤلاء أن دعوات التظاهر لم تلقى أي رد فعل من المصريين فضلاً عن التقليل من حجمها ومهاجمة المحتجين وأبرز هذه الوسوم المتفاعلة بشكل كبير كانت محدش في الثورة يا قدعان محدش نزل الثورة فشلت وغيرها العديد من التغريدات تحت هذه الوسوم كان مصدرها مغاردون مجهولون بأسماء غريبة أو مزيفة وصور عامة لوحظاً أن أغلب تغريداتهم السابقة تؤيد السيسي أو تتشابه كثيراً في المضمون بل تتطابق في أحيان أخرى مثل رسالة مضمونها وعد شك في رئيسك وجيشك وصدأ الخرفان مع استخدام نفس الوسوم الرسالة المتشابهة تناقلها مستخدمون أشبه بالحسابات الآلية وبنفس الوسوم محدش شاف الثورة يا قدعان لكن يبدو أن داعمين نظام المصري في الداخل لم يكونوا بالقدر الكافي في مواجهة موجة الحجد ضده حيث أظهرت تحليلاتنا دور حساب الناشط الإعلامي الإماراتي إبراهيم بهزاد على تويتر في قيادة التغريدات تحت وسم متحدون ضد أعدائك يا مصر الوسوم حاول الإحاء بوجود أياد خفية تقف وراء التحركات الأخيرة واستخدم أكثر من خمسة آلاف مرة لكن الغريب أنه أطلق من حساب أغلقهم موقع تويتر دخل على خط التغريد لصالح السيسي أيضاً رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ الرجل نشر تغريدات تهاجم المتظاهرين وتتهمهم بأخذ أموال من قطر تحت وسم محد الشاف الثورة يا جدعان حرب التغريدات لحقتها حرب الفبركات فإلى جانب تضليله المتعمد حول حوار مفترض مع نجل الرئيس المصري نشر الإعلامي المصري عمرو أديب عدد من الفيديوهات المثيرة للجدل من بين اعترافات لمن ادعى أنهم كانوا ينون اغتيال السيسي من بين أشهر فبركات عمرو أديب كان نشره شريط فيديو يزعم فيه أن عدد من الشبان تقاضون أموالاً للنزول للشارع والتظاهر ضد السيسي من شاهد الفيديو لا يجد فيه أي دليل على ذلك رغم ذلك انتشر بشكل كبير وشاهده الآلاف على مختلف من الصوت التواصل الاجتماعي وتناولته مواقع إخبارية وصحف داعمة للرئيس ربما عزز من ذلك نوعية الفيديو التي تظهر أنه من كاميراً للمراقبة للإيحاء بطبيعته الأمنية ثم كان الرد الذي لم يتوقعه أحد على الفيديو من خلال نشر أحد الشبان الذين ظهروا فيه فيديو مضاد ينكر فيه مزاعم أديب الذي حرف القصة بشكل كامل المال الذي شهد في الفيديو هو ثمن دواء قدمه لصديق فالشاب وكما يعرف عن نفسه على صفحته على فيسبوك له صيدلية ودرس الصيدلة في جامعة القاهرة وفي فيديو آخر قال الشاب إن مثل هذه الأخبار الخاطئة قد تدمر مستقبلاً حملات اعتقالات واسعة ورقابة وتفتيش لأجهزة الهواتف النقالة ربما اعترافاً من النظام المصري بخطورة الحج تعتماداً على تلك الأدوات وفي المقابل يحاول المدافعون عن النظام في الداخل والخارج استخدام نفس السلاح ليس فقط لحجد الدعم ولكن لفبركته وفبركة الاتهامات للمعارضين فانتقل الشائعة من الشاشات التابعة للنظام إلى وسائل التواصل الاجتماعي والعكس صحيح في دائرة لا تنتهي من الزيف المتعمد أنا عامل قصور رأسي وحعمل هي لي أنا بعمل دولة جديدة هو أنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه؟ لا أنا عامل وعمل وعمل إلى فقرة الصحافة حيث ذكر موقع بي بي سي أن هيئة الإذاعة الكندية تطلق برنامج دردشة للتحقق من الأخبار المزيفة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية ففي عوالمنا الرقمية والملئة بالأخبار المزيفة يصبح تأثير بالرأي العام لا سيما مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية على رأس أولويات بعض الأحزاب والمترشحين ولطالما سمعنا عن تقارير من هذا النوع وأخرها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية التي اتهمت فيها روسيا بتشغيل ماكينة الأخبار المزيفة والتلاعب بأراء الناخبين لهذا السبب استجابت هيئة الإذاعة العامة الكندية لمخاوف حول الأخبار المزيفة في الحملة الانتخابية البرلمانية الحالية من خلال إطلاق برنامج دردشة ألي لتقييم صحة التقارير وفي مقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وجد استطلاع للرأي أن 90% من الكنديين صدقوا أخبارا وهمية على الانترنت العديد منها كان على موقع الفيسبوك باعتباره المصدر الأكثر شيوعا للتقارير المضللة يهدف برنامج الدردشة إلى تزويد الناخبين بالأدوات المناسبة ومساعدتهم في تجنب مشاركة تقارير غير صحيحة وفقا للإذاعة برامج الدردشة هي برامج تنشئ محادثة عبر طرق سمعية أو نصية وتستخدم الإذاعة الكندية منصة فيسبوك ماسنجر للإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى الكنديين فيما يتعلق بأخبار الانتخابات ومدى صحتها أيضا دراسة في أوكسفورد تكشف أن الأخبار الزائفة تحظى بانتشار أكثر من تلك الحقيقية على فيسبوك هذا العنوان نشرته صحيف التايمز البريطانية وتسألت عما إذا كنا نصدق ما يروق لنا من أخبار بغض النظر عن صحتها أم أننا نصدق الأخبار الحقيقية التي تكون أحيانا مرة سؤال أجابت عليه دراسة أجريت في جامعة أوكسفورد والخلاصة أن أكثر القصص شيوعا من مصادر غير موثوق بها على فيسبوك انتشرت قبل الانتخابات الأوروبية في شهر أيار مايو حيث ساهمت المشاركات والإعجابات والتعليقات بانتشار هذه الأخبار أكثر من الأخبار الموثوقة على وسائل الإعلام المعروفة ليزا ماريا نيودرت الباحثة في مشروع الدعاية الحاسوبية كشفت عن نتائج بحث فريقها عشية القمة الرقمية للحكومة قالت أن الدعاية الإلكترونية تستخدم الخوارزميات للتلاعب بآراء الجمهور وأن الأخبار غير المرغوب فيها والتي تسمى عادة أخبارا مزيفة تستخدم برامج الروبوت والبشر أيضا لتضخيم المحتوى الذي يجذب الانتباه وخلال انتخابات الاتحاد الأوروبي فحصل باحثون بيانات من سبع دول قالت نيودرت أن نسبة الأخبار المزيفة بلغت 4% أي أقل من الدراسات السابقة التي حددت المعدل في ألمانيا وفرنسا بنسبة 20% على موقعي CNN وتحت عنوان كيف تكون كاشف بشري للأخبار المزيفة وفقا لأحدث العلوم يعتقد البعض أن الأخبار الزائفة هي إحدى منتجات الإنترنت لكنها وجدت منذ القديم ففي مقال نشير في بداية القرن الثامن عشر علق الكاتب جوناثان سوفت أن الأخبار الكاتبة تطير وتأتي الحقيقية لتعرج بعدها كما أن بحثا علميا أجرته جامعة MIT والذي درس أكثر من عشر سنوات من البيانات على أكثر القصص مشاركة على الفيسبوك حيث غطت الدراسة نظريات المؤامرة حول تفجيرات بوستن والتقارير المضللة عن الكوارث الطبيعية والشائعات التجارية التي لا أساس لها والمزاعم العلمية غير الصحيحة وجد الباحثون أن الأخبار الزائفة انتشرت بشكل أكبر وأسرع وأوسع نطاقا من تلك الحقيقية في جميع المعلومات المصنفة الأخبار السارة أن البحث عرض بعض الطرق التي تساعد مستخدمي الإنترنت على تعلم كشف الأكاذيب المنتشرة في هذا الفضاء الواسع فالأمر يتطلب بعض التحليل المنطقي ففي بحث جزئي من البحث الأساسي قام الباحثون بدراسة طلاب في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية حيث تم تدريسهم بعض الأخبار الزائفة من خبر بناء الأهرامات المصرية من قبل فضائيين إلى النظريات التي تقول إن هبوط ناسا على سطح القمر كان مفبركا كان على الطلاب تحديد المنطق الخاطئ الذي ساعد في خلق الحجج والدوافع التي قد تؤدي ببعض البشر إلى نشر هذه الأفكار بعد الدورة التدريبية كان الطلاب أقل عرضة لتصديق الأخبار الكاذبة خلاصة الدراسة نواجهها لكم هناك نصيحة طرح الأسئلة بشكل مستمر أثناء قراءة أو سماع الأخبار كأسئلة من وزن من يقدم الحجة ما هي مصادرهم ما هي دوافعهم لجعلنا نفكر في هذا الأمر أو ذاك كلها تساعد في معرفة وكشف الأخبار المزيفة تويتر يغلق آلاف الحسابات حول العالم من بينها أكثر من أربعة آلاف حساب صيني لبثها أخبارا زائفة وتحريضية ضد متظاهري هونغ كونغ نقلت صحيفة هونغ كونغ فري بريس عن تويتر أن الموقع أغلق آلاف الحسابات حول العالم لنشرها أخبارا مضللة وقال موقع تويتر أن هذه الخطوة أثرت على الحسابات المؤيدة أيضا للسعودية والموجودة في مصر والإمارات العربية المتحدة والموجهة ضد قطر واليمن بالإضافة إلى آخرين من الصين يسعون إلى بث الفتنة بين المحتجين في هونغ كونغ كما حدد موقع تويتر وجود أكثر من أربعة آلاف حساب في الصين يحاولون بث الخلاف حول حركة الاحتجاج في هونغ كونغ يأتي ذلك طبعا بعد تحديد أكثر من مئتي ألف حساب مزيف في الصين في شهر أغسطس منخرطين في تأجيج الفتنة العامة في هونغ كونغ وإلى جولتنا مع الإعلام الأمريكي قضية إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت العنوان الأبرز في وسائل الإعلام الأمريكية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي العضو في الحزب الديمقراطي المعارض أعلنت عن بدء إجراءات مسائلة ترامب تمهيدا لعزله مضيحة أن ترامب متهم بانتهاك الدستور بينما سخر ترامب من الدعوة إلى عزله وندد كذلك بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب الأكثر في هذا التقرير أسبوع آخر حافل بالأحداث في عالم الإعلام الأمريكي مرة أخرى يكتسح ترامب المشهد ويشغل جميع لكن ليس كمنقذ للاقتصاد كما يزعم وإنما كمهدد للأمن القومي كما يعتقد الديمقراطيون عزل ترامب عبارة تداولها الديمقراطيون لفترة طويلة وبدت بعيدة المنال لكن ليس بعد اليوم بحسب رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي بدأت القصة بتقارير تم تسريبها من البيت الأبيض أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فوليدمير زيلنسكي في اتصال هاتفي يوم الخامس والعشرين من يونيو تموز لدفعه لفتح تحقيق عن جو بايدن المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض انتخابات الرئاسة وابنه هونتر الذي عمل بشركة تنقيب عن الغاز في أوكرانيا لا أحد فوق القانون تفعلها بلوسي وتعلن بدأ إجراءات عزل ترامب بسبب خيانة ترامب للقسم الدستوري وتقويضه للأمن القومي في هذه الصفحات التي نشرتها إدارة ترامب والمقلقة حتى لعضاء من حزبه تفاصيل المكالمة الهاتفية والتي يقول ترامب لزيلنسكي فيها أن ثم تحديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق ويريد ناس كثيرون أن يعرف المزيد عن هذا الموضوع من هنا سيكون رائعا أن تجر تحقيقا في هذا الشأن العدو اللدود لترامب والتي سبق أن وصفها بآلة الإعلام المزيف CNN تغطي الحدث ولا توفر لحظة دون إعلام المشاهد بالتهديد الحتمي الذي يواجه ترامب على الطرف الآخر من الضفة فوكس نيوز القناة المميزة والصادقة عند ترامب تسارع لجلب السياسيين ومحللين بل حتى ديمقراطيين للدفاع عن حليفهم الأقوى قد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب رغم أنها ستكون مهمة شاقة على الديمقراطيين وحتى إذا صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بمساءلة ترامب فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته وتحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ اختلاط الصالح العام بالشخصي يجعل قضية التحقيق لمساءلة ترامب على رأس أولويات الديمقراطيين لا سيما مع بدء التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة أهلا بكم إلى وقفتنا الأسبوعية مع تحليل منصات التواصل الاجتماعي أوقف موقع تويتر بشكل دائم ألاف الحسابات الصادرة في الإمارات ومصر والسعودية بسبب التلاعب وانتهاك سياسة الخصوصية ومعايير الموقع تويتر أعلن في بيان له أنه أزال أكثر من 271 حسابا تعمل على تضخيم الرسائل المؤيدة للسعودية كما أوقف أيضا أكثر من 4000 حساب تعمل من الإمارات وموجهة بشكل رئيسي ضد قطر والإمان هذه الحسابات كانت في الغالب لشخصيات زائفة وأنها حسابات آلية الحسابات المزيفة أنشئت بواسطة شركة تدعى دوت ديف التي تعمل من الإمارات ومصر حساب شركة دوت ديف على تويتر اختفى وكذلك موقع الشركة على الإنترنت ولكننا في بوليغراف تمكننا من الحصول على نسخة أرشيفية للموقع من ضمن الحسابات التي أغلقها تويتر هو حساب سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي الذي يتابعه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف متابع إضافة إلى ست حسابات أخرى أو ستة حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدم نفسها كمنصات إعلامية مستقلة بينما هي في الحقيقة تقوم بترويج وجهة نظر السعودية مغردون ونشطاء تساءلوا لماذا أغلق حساب القحطاني الآن في هذا التوقيت ولماذا تأخر تويتر في هذه الخطوة رغم أن القحطاني لم يغرد منذ أكتوبر الماضي طبعا تعددت التفسيرات ثم تمنعتبر أن إغلاق حساب القحطاني جاء لحسابات سعودية داخلية أو انتهاء لمهمته أو أن المرحلة السياسية تقتضي غيابه وهناك من ربطها باقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي رابطينا هذه الجريمة بدور القحطاني بها حيث ظهر الدلائل وإشارات كثيرة على ضلوع الرجل في جريمة الاغتيال فضلا عن دوره في اعتقال رجال أعمال وأمراء في فندق الريدز كارلتون إضافة إلى ارتباط اسمه بتعذيب المعتقلات والمعتقلين في السجون السعودية وفق الكثير من التقارير الحقوقية كل ذلك يتزامن أيضا مع الإعلان عن وثائقه تذيعه شبكة بي بي أس الأمريكية صرح خلاله ولي العهد السعودي بتحمله المسئولية السياسية بحكم موقعه وإن أنكر معرفته بالتخطيط للجريمة جريمة خاشقجي وكذلك لعملية تنفيذها بعد إغلاق حساب سعود القحطاني ظهرت وسوم تؤيده وأيضا تصدت حسابات أخرى للدفاع عنه ولتمجيده في المقابل حسابات أخرى أيضا على تويتر انتقدت الدفاع عن القحطاني وطالبت بمحاسبته وطالبت أيضا باحترام مشاعر عائلة الصحفي جمال خاشقجي متسائلين كيف يمكن دفاع عن شخص متهم لهذه الدرجة بالضلوع في جريمة بشعة بهذا نصل إلى نهاية بوليغراف نلقاكم الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر